مشكلة صحية عقلية هكذا صنفت منظمة الصحة العالمية ادمان العاب الفيديو ضمن احدث تصنيف للامراض اصدرته المنظمة التابعة للامم المتحدة الصحة العالمية عرفت ادمان العاب الفيديو والالعاب الرقمية بانه نمط من اللعب المستمر او المتكرر يصبح مفرطا وله الاسبقية على غيره من اهتمامات الحياة كالعمل او الدراسة او الحياة الاسرية والاجتماعية للشخص وعادة ما يكون هذا النمط ملاحظا لمدة 12 شهرا على الاقل حتى يصنف ادمانا المنظمة الدولية اكدت ان الابحاث العلمية التي اجريت على عدد من مستخدمي الالعاب الرقمية كشفت حالات كان الاشخاص يمارسون تلك الالعاب لمدة تصل الى 20 ساعة يوميا ويمتنعون عن النوم او تناول الوجبات او العمل او الدراسة وغيرها من الانشطة اليومية وعلى الرغم من ان الابحاث اكدت ان اقلية صغيرة فقط من الاشخاص الذين يمارسون الالعاب الرقمية والعاب الفيديو يمكن ان يمثلوا مشكلة فان رصد علامات الانذار المبكر قد يساعد في الوقاية بحسب الباحثين تقرير منظمة الصحة العالمية بدوره عزز مخاوف العديد من الاباء وكشف عن حجة جديدة لتقليل مكوث ابنائهم امام الشاشات لممارسة هذه الالعاب بينما في المقابل قال اتلاف العاب الفيديو ان منتجاته يستمتع بها بشكل امن ومعتدل اكثر من ملياري شخص في انحاء العالم عبر مختلف الاجهزة والمنصات كما تحاول جمعية البرمجيات الترفيهية الحيلولة دون ان تعتمد منظمة الصحة العالمية الاضطراب الناجم عن اللعب مرضا معترفا به رسميا حيث من المقرر ان تقدم التصنيفات الخاصة بادمان الالعاب الرقمية الى جمعية الصحة العالمية في مايو المقبل لاعتمادها من قبل الدول الاعضاء